فكروني بكرة أكلمكو شوية على الحشاشين لأنه مسلسل حلو بكل المقييس وسيبك من الخبط عمال على بطل فيه أولا بصوا جماعة تعود اتفق على اتفاق محدش طلع من صناع الحشاشين وقال إن دي وثيقة تاريخية عشان بس نبقى من اتفقية محدش طلع من صناع الحشاشين للشركة المنتجة ولا عبد الرحيم كمال ولا بيتر ميمي ولا كريم عبد العزيز ولا أي حد قال دي وثيقة تاريخية يا جماعة قالوا من وحية خد بالك من وحية التاريخ بس كده خلاص أدي واحد اتنين ده مش باللغة العربية الفصحة يا عم وانت مالك أنا حر ثانية واحد والله شفت واحد بقولك إيه جماعة لازم نراعي إنه ده كان في مرحلة معينة وكان في بلاد فارس والدولة سلجقية إنت عايزنا تكلم فرسي؟ ما لو هي كده بقى تكلم فرسي بقى مش تكلم مصرية عمية ولا تكلم لغة عربية فصحة بالمناسبة هتكلم فرسي مثلا يعني طيب يجي يقولك وأصل كريم مش إيه اللي هو أنت عايز كريم يطلع يقولك أنا حصل الصباح وأداء ركيك لا طبعا كريم عمل أداء عبقري أداء بني آدم أداء إنسان عادي بالمناسبة كل الممثلين في المسلسل ده أداء ومحلو لأنهم خرجوا برا الجلباب والعباءة بتاعة الأداء المصرحي اللي بيحتم في بعض الأحوال شكل من أشكال المبالغة في طريقة الأداء وفي منطوق الألفظ وفي الكلمات وفي الصياغات اللفظية وده خرج بيه عبد الرحيم كمال برا القصة دي وبرافو عليه اتنين الأداء نفسه بتاع الممثلين أداء شديد النطج وأنتوا عايزوهم بقى واحد يروحوا ويبص في الإضاءة تسعة ساعات وبعدين يرجع لك يبص لك يعمل لك كده عشان يبقى وكده إيه الحق إحنا عملنا التاريخي إيه إيه الكلام الهاكس ده إيه الهاكس ده الأداء الإنساني اللي عمله كريم عبد العزيز في شخصية حسن الصباح وكن نلسى بنتكلم فيه أنا ومحمد فاتحي يونس وهو بيحكم على ابنه حسين بالإعدام قدام عينه وعنده الصراع الداخلي جوه بتاع الأب فعينه واحدة بتلمع والدمعة هتنزل لك الدمعة هتفر من عينه ده صراعه الداخلي كأب وكإنسان وفي نفس الوقت إزاي حكم قلعة الجبل وحكم الناس دي عمل حتة أداء لا فيه أفورة ولا وقع في العاطفة ولا تشدد في العنف طلق بصوا بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى لازم فعلا نتكلم على الحشاشين حبتين حلوين لأنه المسلسل يستحق ده وتاني ما هياش مسألة دفاع عن الحشاشين لا 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 خالص بسألة يا الله بي نزل على الأرض الواقع ونتناقش رجل رجل زي ما بيتقال اشتركوا في القناة